طيب خلينا نروح بعد كده لمنتخب مصر لكرة السلة طبعا للأسف عندنا أخبار جيدة وأخبار أخرى يعني مش جيد عندنا الخبر هبتدي من اللي مش جيد الأول اللي مش جيد إن هو عمر طارق لعبنا لعب النادي الأهلي أصيب مع المنتخب في السنغال في غالب التشخيص المبدئي في الغدروف عمر في أحد التدريبات بعد ماتش السنغال جال واجع في ركبته وورم الجامد والحقيقة مش قدين يشخصه عشان طول ما فيه ورن في الرجبة ما بتعرفش الشخص ولا تعمل أشعاد طبعا هنستنى عمر يرجع بالسلامة عشان نادي الأهلي يقدر يشخص إصابته بدقة طيب الأخبار الكويسة إن منتخب مصر كسب مباريتين من ثلاثة ودي خطوة كويسة كنا نتمنى الثلاثة كنا نتمنى يفوز على السنغال لأنه إحنا كده بقت مع معا آه والله مع معا يعني الدور الويندو التانية الدنيا إحنا كده خمسة بونت يا جماعة صح؟ آه إحنا كده خمس نقاط مصر والسنغال والكونغ والديمقراطية كل واحدة خمس نقاط هقول لكم النتائج بس بقت مع معا أولا أول مبارلين مع السنغال السنغال كسبتنا بهيفي سكور 18 بونت فرق تاني يوم السنغال لعبة كورغوان هلعبنا كينيا احنا كسبنا كينيا بسكور ريكورد دمية وخمسة مائة وواحد وخمسين أنا الصراحة بقال كتير بسكورتش انتخل مصر بيكسب كده بقى أمانة وقالعة فكسبنا كينيا وفي مفاجأة من العيار المشي التهيل الغريب اللي يعني يقول زي ما انت عايز الكونغو الديمقراطية تكسب السنغال أو الله زي ما بقول لك كده على أرضها وجمهورها فبقت مين أول المجموعة؟ الكونغو الديمقراطية بقتها كسبانا مطشين ده اليوم التاني بقتها كسبانا مطشين والسنغال كسبانا مطش واحنا كسبانين مطش جينا اليوم التالت اللي هو النهاردة باللعب الكونغو كسبناهم الحمد لله رب العالمين بنتيجة اتنين وستين واحد وخمسين والفرقة عامت مطش كويس جدا والسنغال طبعا بالطبع يا كسبت كينيا فكده كل احنا كسبين بعض كل واحد كسبت تاني فكله طلع بخمس نقاط طب ده يفيدنا في ايه وصعب في ايه طيب مانا ما انقر اطلع اول او تاني ماشي او تالت حلو مشكلة في المجميع التانية المجميع التانية الاوائل كلهم كسبين التلات مطش انت عندك اربع مجميع بيصفوا اربع مجميع بيصفوا الاربع مجميع الاوائل بتوعها التلاتة التانيين بقى كسبين تلات مطش يعني طلعين بست نقاط انت عندك التلات فرق بخمس نقاط فانت كده ولعته يعني ايه بقى مش اربعة بنفسه ده بقى تلاتة و تلاتة ست فالعملية بقت لا يعني بقى الموضوع في شراسة انت تطلع متساوي مع التواني انت طالع خمس نقاط مع التواني هناك واخدين خمس نقاط طب هتقول ليه النظام احنا اربع ما جميع اول تاني تالت اول تاني تالت اول تاني تالت دول هيتأهلوا هيدموا مجموعتين على بعض المجموعتين اللي احنا معنا المجموعة التانية اللي معنا هنلاعب تلت فرق اللي جايين من هناك هيجي لك اول مع ست نقاط معام كاسب كل مباريات مفروض يعني خدمة مويندو دي ست مباريات او هيبقوا بقى مفروض 12 لانه هيفوز بالستة كله وهيجي لك التاني متساوي معاك فانت بقيت معمع كنا نتمنى طبعا نفوز على مطش السنغال ولكن يعني هنقول ايه هنقول الحمد لله كويس احنا لسه في المنافسة ان شاء الله الويندو اللي جاي في شهر سبعة نقدر نعمل روني رانا المدير الفني الكندي قدر يكون عامل شغل يتابع مباريات الدورة دايما الاجانب بيدونا يعني بيكتشفوا الاجانب ليه وجهة نظر او ليه يعني يعين يعني جمال عبد الناصر لعب المنتخب لعب مصر خالد عبد الناصر لعب منتخب مصر الحقيقة عمل مطشط كويسة جدا وهو جاي من مصر التأمين فالحقيقة يعني هو شايف انه كويس وخده من الاثناشر فدايما المنتخبات شوفنا مستر كيروش يعني محمد عبد المنعم ما كناش ابدا هنتخيل ان محمد عبد المنعم بيلعب في المنتخب مصر بالشكل ده خالص مهند لاشين يعني ناصر اقول لكم انه الاجانب ده بيبليون جوية نظر بصرف النظر هو فأني نادي فانا شايف ان روني رانا لو خدت فترة اطول معا لو نجح اتحاد السلام من يجنس محترف الدنيا هتكون افضل كتير